وطبعا عشان نفهم طبيعة الله وفكر الله لازم ندرس الكتاب لكن برضو محتاجين نفهم وحدانية الله اللي إذا ممكن نتبسط لنا هالموضوع عشان نقدر نفهم فكرة التجسد فكرة وحدانية الله بمنطقة البساطة يا أسيس نزار اللي بنؤمن بيه بحث كلمة الله إن الكتاب المقدس يعلمنا إن الله واحد حاشا أن يكون في إلهين حاشا أن يكون أكثر من إله لأنه لو أكثر من إله ده كلام غير منطقي وغير مقبول فإحنا الكتاب المقدس من أول سفر التكوين أصح واحد وعدد واحد في اللغة العبرية بيقول برشيد برا خلق مفرد مفرد إله واحد وهذا التعليم يملأ كل الكتاب هذا الإله الواحد له صفات وهذه الصفات أزلية وهذه الصفات لأنها أزلية لابد أن تكون عاملة يا أسيس نزار يعني نحن نؤمن إن الله يسمع هو السميع يسمع هل يسمعنا الآن ولا يسمع في الأزل حاشا فإذا كان بيسمع في الأزل فلازم يكون فيه متكلم وإذا كان إله محب ورحيم فهو يرحم فهو يحب وإذا كان يحب الآن فهو أكيد يحب أزل لأنه مش معقول إنه يكون بيسمع الآن ولا يسمع أزل مش معقول يحب الآن ولا يحب أزل فإذا كان يسمع أزل ويحب أزل وهو كليم يتكلم أزل فإذا كان بيسمع لازم يكون فيه متكلم وإذا كان متكلم فلازم يكون فيه سامع وإذا كان محب يبقى لازم يكون فيه محبوب أكيد فلابد من كثرة يعني المقصود مش انه بتلا يحب لما خلق الانسان او خلق الملائكة معا وإلا بيكون محدود وفي نفس الوقت بيكون اتغير نعم اذا كان الصفة مش موجودة اثلا وطرأت عليه معنى كده احنا بنتكلم عن شخصية متغيرة وحاشا يكون دي الهية لان الهية غير متغيرة بسبب الكمال المطلق اشتركوا في القناة